استوقفني برضو فيديو غريب جدا في مطش الزمالك و فيوتر مبارا زمالك عمل رومونتادة عظيمة والفرقة الشوطي التاني عكس الشوط الاول تماما حاجة جامدة جدا ما شاء الله يعني وهنشوف مطش القمة محترم حنتمتع قورة باذن الله باذن الله هنتمتع قورة ومناسبة مطش القمة يا جماعة الحضور في المباراة 3000 و 3000 من الاهلي و من زمالك بخلاف اعضاء مجالس الادارات ده قرار النهائي و ده اللي بعت لهيئة استادة القاهرة يعني بالشيء يوسكر برده لكن الفيديو اللي ليه علاقة بطبيب نادي الزمالك الدكتور محمد اسامة و بالنسبة شخص محترم جدا و شاطر جدا في شغله و بالنسبة شخص محترم جدا و شاطر جدا في شغله جدا و سألت انا اكتر من الناسها ما عارفوش معرفة شخصية ما تشرفتش للأسف شديد لكن عارفت ان هو اخلاقه عالي قوي و شخص محترم و حاجة جميلة و شاطر قوي في مجاله ما شاء الله لك هو تقلع بالله عليه يعني لكن التصرف اللي حصل مع الحكم الرابع في مباراة الأمس بفيديو انفرض به الزمير خالد علي الناقض الرياضي و خليني أعرض لكم الفيديو الأول صوت و صورة وبعاك نرجع نعلق عشان اللي حصل ده خطير للغاية تعال نشوف تشغل شبالك عديها و نجي نسأل هو الحكام ليه قرامتهم مهدرة و ايه كلمة تحنيامة دي خلي بالك الفيديو ده و نقسم لشقين اول شق هو تصرف الدكتور المحترم محمد اسامة خلي بالك تصرف ناتج عن العصبية و ممكن يكون الحكم الرابع ده استفزه اسمه ايه الحكم اجابة فكروا الله يبرك لكم اسمه ايه الحكم تقولولي اسمه دلوقتي المهم يعني الشق الاولاني تصرف الدكتور محمد اسامة مع الحكم و ممكن الحكم يكون يستفزه فتعصب والتصرف غير مقبول بس وارد انه يتعصب غصب عنه لكن ده امر غير مقبول و ما ينفعش حتى لو الدكتور محمد اسامة تعصب و احنا بقى داخلين دلوقتي على الشق التاني من الفيديو انه يتم التهاون في مثل هذه التصرفات من كبل الحكم نفسه اسمه حسني سلطان الحكم الرابع له مني كل الاحترام والتقدير لكن ما فيش حاجة اسمها ما تشغلش بالك عديها ما فيش حاجة اسمها كده ما فيش حاجة اسمها كده و ما هيامة حتى اليامة اللي انت بتتكلم عليه ده ما كانش ينفع يتعدد ايا كان حصل من انه نادي من الاندية اهل ازا ملك اسماعيل لمصر اي حد ما كانش ينفع هو ده اللي جيبنا وراء يا جماعة هو ده اللي بيخلين ناخدش خطوات لقدام في موضوع الحكام ده والتطوير الفني بتاعهم والشخصية بتاعتهم ما انت شخصيتك انت كحكم كامل احترامي وتقديري ليك يا كابتن حسني يعني شخصيتك انت هي بتعكس شخصية حكامنا المصريين انت تصرفك ده وكلامك ده مش انت بس لما يمثلكش انت بس ده يمثل الحكام كلهم فبالزمة هل ده ينفع هل ده ينفع التصرف غير مقبول بالمرة بس اللي استوقفني اكتر تصرحتنا اسامة الحكام الرابع ايه ما تشغلش بالك عديها ما هو ياما ونيجي نسأل ايه اسباب تدهور التحكيم المصري وانا بصراحة انا بسأله سؤال نفس عرف ايه ياما دي عشان لو فيه وقاعة قبل كده لازم نطلع نتكلم عنها ان ده ما ينفعش فنفسي تقول لي ايه ياما دي ايه ياما دي يا كابتن حسني فحاجة بصراحة انا انا بهدي الفيديو ده للحكام والتحاد الكورة لجنة الحكام والتحاد الكورة والفيديو كان صوروا الزميل والصديق الصحفي خالد علي فبالتالي بصراحة ما عنديش تعليق اكتر من كده مصدوم مصدوم ايه ياما صحيح اشتركوا في القناة